وفي القاهرة تفقد وزير النقل والمواصلات هشام عرفات معهد وردان لتدريب وتأهل العاملين بالسكك الحديدية جولة تفقدية قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمعهد وردان لتدريب عامل السكك الحديدية لبحث كيفية استغلال العاملين والطلاب الذين يتم تدريبهم وتعليمهم بهذا المعهد في تطوير منظومة السكك الحديدية احنا مهتمين جدا بالتعليم الفني التعليم الفني ده اتجاه حتى سياسة الدولة وتوجه الحكومة من ان شاء الله والقادة السياسية الاهتمام الشديد جدا بالتعليم الفني لان احنا مش هينزبط حال السك الحديد هنقول لكم قول واحد يعني غير بعودة الرياضة للتعليم الفني في جمهورية مصر العربية هذا المكان مهم جدا لتفعيل الكلام اللي احنا بنقوله ده اللي احنا نرجع تعليم الفني وبالذات في السك الحديد حضرك معهد وردان ده يعني هو معمول للطلاب الجلد اللي هم خريجي الاعدادية بيدخل يتعلم ياخد دبلوم فني ده المعهد معتمد من مزارة التربية والتعليم الخريجي اللي بيخرج من المعهد بيطلع له وظيفة بيشتغل في السك الحالي يحتوي المعهد على مراكز محاكا وورش تدريبية للعاملين بالسكك الحديدية اضافة الى المدرسة الثانوية الصناعية التي يتلقى بها الطلاب بعد المرحلة الاعدادية دراسة لكل ما يتعلق بالمنظومة الحديدية هي منظومة جميلة جدا واجمل ما فيها ان هي ملتزمة فنزلنا شهر تعلمنا الوضع في ايه وجينا هنا بيتعلمنا بكل المحاضرين هنا بصراحة يعني ناس كومة الادب والاحترام بيوصلنا المعلومة بطريقة لطيفة جدا وطريقة ممتازة انا بادرس هنا ورش هندسة سكة بادرس اشارات بادرس قهربة بادرس ورشة مكنات حديثة والبرادة والحام العنصر البشري هو الاهم في المنظومة الحديدية وجولة تفقدية من قبل الوزير لمتابعة سير العملية التعليمية بالمعهد كي تتماشى مع منظومة التطوير الكلي سالي سالم اون لايف